السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد وصفة اليوم ان شاء الله عبارة على فطائر او لمملحات بشكل شنيك كي يجيوا رائعين لداد في المذاق بحشوة في متناول يد وبعاجين ناجح ممكن تخرجوا منه العديد من الفطائر او لمملحات فاليوم ان شاء الله سنحضر معكم هاد الشكل لشنيك كيف ما كتلاحظوا معي فكي يجيوا رائعين رطبين كي يجي فوقهم هاد القرمشة خفيفة كي يجيوا من اروع ما يكون وكيف ما كتلاحظوا معي فهذا هو الشكل بوضوح وهنا انا سنقسم لكم واحد الحبه باش هكذا لمستقية الوصفة ايضا بالنسبة لهاد العاجي اللي سنحضر منها الشنيك فانا قسمتها لازوج حضرت من هاد الحبهات من الشنيك اللي كتلاحظوا معي على الفيديو ونصف العاجي الاخر فغادي اقترح عليكم اشنو غادي نحضروا به بالنسبة له بتدخلي واحد اليوم الموالي يعني تلغد له ان شاء الله ديك ساتحضروا باتاني حاجة اخرى فالاقترح هتلاحظوا معي فتتمت الفيديو فهدي هي وصفة اليوم وهنا هي غادي نذكركم بالوصفة اللي حضرت معاكم البارح ولي هي عبارة على المملحات ايضا بحشوة رائعة انا حضرتهم على شكل كرواسة فانا انا نذكركم بهم وكان شكر جميع الابنات اللي جربوا الوصفة فكنتمنى منكم اي وصفة جربتها تشاركوها معايا عبر صفحة الانستغرام وده بنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله كخطوة اولية غادي نبدأ بتحضير العجين فغنحتاج لي كأسين من الماء اللي تيكون بارد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية يعني الخميرة دي اللي عجينة وملعقة كبيرة من السكر الخاشين اي سكر حبيبات وكأسة من الدقيق الاصفر او لدقيق القمح الصلب يعني دقيق الفينو احنا كنسميه بدقيق الفينو بالنسبة الاخوات اللي من دول عربية اخر فهو الدقيق القمح الصلب اللي كيكون كيشبه الساميد اللي كنحضره بها بسبوسة وايضا الحلويات غير هو كيكونوا نحو بيبدلوا رقيقة جدا كنحاول نحرك المكونات جيدة مع بعضياتهم بشكل ذلك الخميرة كتتفاعلية بسرعة يو السكر وكنضيف نصف كأس من الحليب بودرة مثلا اذا كان عندكم الحليب السائل فكتخدموه بكأسين من الحليب السائل وكتستغنع على الحليب بودرة وايضا الماء هنا يكنضيف نصف كأس من زيت الزيتون فكتعطى واحد تعمره اعلى المملحات زيت الزيتون كتخدموه في نسكس ما كان شو كتخدموه بالنصف كأس من زيت نباتية عادي غير هو زيت الزيتون كيعطيناك رائعة فد المملحات هنا كنضيف ملعقة صغيرة من الزعتر اي الأوريغانو لوتا او لا اي نوع من الاعشاب مناسبة متوفرة عندكم كيمتلكم تخدمو بها كنضيف ايضا ملعقة كبيرة من الخرد او لا لا مطاغد الى ما كنتم توفر عندكم مثلا فكتضيفوا حبتان من الجبن المثلت او للجبن المربع هنا كنضيف القليل من الملح غير شوية دي الملح كتديرو عنكم ميزانكم بان المطاد شوية في الملوحة وايضا الحشوة اللي غادي نضيفه فكتكون ملحة فكتضيفوا القياس دي الملح باشتجي هكذا الملوحية مضبوطة كنطرب الكل جيدا وكنضيفه كأسين من الدقيق الابيض وكنحاول دائما بالاستعانة بالفوي نطرب الكل مزيان علش كنخدم دائما بالفوي انا بزاف كتسلني السؤال هكذا كتعاوننا وخلاص باش هكذا كنطربوا المكونات جيدا ما كيمحنوناش ضغير كيتطربوا بكل سهولة وهكذا ما كيبقوش عندنا التكتلاتة ديال الطقيق فإلا باوتو تخدموا بها كتخدموا بها لا باوتوش فكيبقى لكم الاختيار وبالنسبة للدقيق فدائما كتخدموا بالدقيق كتضيفوا بشوية بشوية حتى كتجمع لكم العاجين يعني ديالكم وكتحصوا هالقوام المطلوب اللي هتلاحظوا معي فتتمت الفيديو ما تضيفوش الدقيق دفعتين واحدة لأن الدقيق يختالف من مركة لمركة يعني كل دقيق والجودة دياله فلهذا كتضيفو الدقيق غيب التدريج كيف ما كتلاحظوا معي فهنا اضفت الكأس الثالث وكان مقام مستمر بالتطريب هنا كيبقى لكم القاوام ديال العجين ديالكم تقال يعني الفويغ سكم تحيدوها ما تبقوش يعني صافي هذا هو القياس كتكملوا اما بالاستعانة بسباتول اما بالاستعانة باليد ديالكم العجين هنا را صافي العجين صبحت ميسرة وسهلة ووجدات ما غادي تمحنكم ما تشي حاجة ما كان دلكوها ما تشي حاجة العجين فقط ندخلو فيها كمية دقيق المطلوب وكنخليوها ترتاح هنا اضفت الكأس الرابع من دقيق و بالاستعانة بالفوي كنحاول نجمع العجين ديالي هنا اضفت الكأس الخامس سوف نجمع العجين بالاستعانة 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 باللد دانية ثم некоторى حاجة تكون عجينة متماسية تقريبا بحل العجين العادي المسمن و والول ملاوي أو الخبز العادي هنا تكون عقدة تكون على الخبز تقريبا بحل القوام او لعجين ديال الملاوي فهذا الشكل كانت تحصل عليه العجين فخدمت بخمس كؤوس من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات يعني دقيق الفورس وأيضا كأس من دقيق الفينو يعني في المجموعة خدمت بسيط كؤوس بقياس كأس العنباء أو أي كأس أنتم تفضلوا يكفي غير الكأس اللي قصت به في الأول كتوحدوا به القياسات كاملة وكنوا متأكدين بأن رجيكم عجينة ناجحة رائعة وتقدروا تعتمدوا في العديد من المملحات ديالكم هنا كنغطي على البلاستيك غدائي وكنخلاح تترتاح تماما ويضطع في الحجم ديال على هات الشكل فهذا الفترة ديال الارتياح ديال العجين لديك النسبة ديال الكلوتي اللي كتكون عندنا في الدقيق الأبيض فكتتنشط وهي اللي كتعطينا هاتي النتيجة ديال العجين اللي كيكون بحالة مدلوك وعجين طيع وساهل في الخدمة ديالو كيجينا عجين خفيف وأيضا فشفش وقطني فهنا كنحاول نزول هاتيك النسبة ديال الاختمار أولا ديال الهواء اللي تكون هنا تعدنا في العجينة كنقسمها إلى كويرتين حكي يكونوا متساويين فالكويرة الأولى هادي نخدم بها الشنيك ديالي كما لاحظوا معي يعني الوصفة الرئيسية ديال الفيديو فمباشرة كنبدو نخدمو أولا نورقو العجين ديالنا لو تتصبروا على 1-5 دقيق حتى الترخي هكذا بجيكم سهل فكيبقى لكم الاختيار أنا خدمتها مباشرة فنحاول نورق العجين ديالي على شكل اللي كيكون يعني مستطيل أو لمربع المهم كتكون متساوية في الأضلاع إذا صح التعبير من الأول كتحاولوا تطرمموها وتقدوها تكون مقادة في الطريق تكون مستطيلة مهم ما هي مستطيلة ما هي مربع كما خدمتوها معليش مربع نقولوك لماذا باش هكذا ما كيضعو لنا لجواني بلاتاشي حاجة كنخدمو خدمة متقونا من الأول ما شيتبقى يشيطو لكم هادو كل يشيطو وتانا تقلبوش غادي يديو البيوم إلا ملو والتقنو الخدمة ديالكم بالاستعانة بالدقيق كتحاولوا تطلقوا العجينة ديالكم ومحاولين معا بالمدلك وباليد ديالكم وانتو ما كتقدو فيهم فاش كتقدو واحد الحاجة كتقدم تقولونا من الأول ولو يكون الإنسان مبتدئ فتبارك الله ما شاء الله كيني الفيديوهات وكيني الأخوات كي شرحوا يعني غالي ما بغاشي تتعلم وخلاص وتبارك الله عليكم راه كلكم حادقات فكيفما قلت لكم كتبقى وغادينا محتى كنصرحوه على هاتشكل سمك يكون نرقيق نقولوا ديك واحد سنتين مرقيقة قلقة من واحد سنتين فالقياس رابايا لكم تكون نرقيقة هنا بالنسبة للحشوه فكتبقى اختيارية اليوم انا غد نبروبوز عليكم هذا الحشوه إلما عجبتكم شهادة فممكن تديروا الحشوه اللي عملت معاكم اللي بارح في الكرواسون فحتية مزيانة وغتجي رائعة اليوم الحشوه اللي اقترحت عليكم الجوبن جوبن كريمي انا خدمت بالجبلي هكذا اطاليته على العجين كيفما كتلاحظو طبقات كتكون رقيقة ماشي غليظة وعندي هنا واحد الحفنة الزيتون الاسود اكيد من بعد ما اتصلوا سكتر جيدا فاقسمته الى قطع صغيرة إذا كان عندكم قطع اصلا فكتخدمو بيعادي وعندي واحد القطعة من الجوبن الاحمر اللي كناخدوه كتوا كنوزعو بوحد الشكل المتساوي كيفما كتلاحظو معايا كيفما كناخدوه وايضا كنضيف واحد طبقة اخرى من المرتديلة او الكاشير كنوزعو بوحد الشكل يكون متساوي هذه الحشوه هي جدا سهلة يعني تكون شيء جاهز كنوزعو اوكتو تحضروا طبقة جبن ومثلا ما كش عندكم الجبن كتتخدمو زيج فرميجات جوج وكتخففوهم بقطرات من الحليب وكتعملوهم هما كطبقة كنوزعو كريمي هنا مباشرة نبدأ الرولي في العجين ديالي تبدو من الجوانب انتو لا ترولي لانا في الاخر تحصلوا على واحد الرولي كيكون متساوي ومقاد هنا نجيب واحد بلاستيك غدائي ونوضع فيها هذه الرولي ديالي كيف ما تلاحظوا معلها هذا الشكل لانا هو طويل وانا مغاندخله مازال الكونجيلاتور او المجمد فغادي نقسمها على زوج كي تكفيني من المضعف هذا البلاطو اللي غادي ندخله للمجمد فكتحاولوا ترمموها تقدوها هكذا الضغط عليها بليدين ديالكم باش كي يجيكوا لسمك متساوي تجيكوا لا قد قد يعني ما تجيش بلاسة اغليضة او لا شي بلاسة رقيقة اخسا تجينا مقادة صافي هناك كيف ما لاحطوا معي قسمتها على زوج وهناك نحاول نغطيها مزيان بالبلاستيك الغدائي ومباشرة الى المجمد تقريبا الوقت اللي غادي مازال نقدم في ديك العجينة الاخرى في المجمد تبرد واتتماسك باش مني كنبغي ونقسمها كنقسمها الشكل كي يجي بزيان يعني ما كانت جيلة مخسرة لتشي حاجة كي يجوه مقادة لدينا كليش ناك ديالنا بالنسبة للعجين اللي اضعتها في طباف الاول فكان حاولتها بنافس طريقة باسترحنا العجينة الاولى كان سرحوا العجينة التانية ودائما بالاستعانة بالطقيق وكان نرققها قدر المستطاع هنا يا اشنو غادي نخرج منها انايا غادي نخرج منها اربع قطع من عجينة البيتزا اللي ما غاديش نخدم بها من طبيعة الحال اليومة وانما غادي نخلاح تلغد لي يعني بلا من تاني نحضر مملحة اخرى غادي نجبد هدو كل كي اللي غادي نحضر دابة جاهزين وكان عملو لمشي حوش وخيفة ضريفة وهي لدينا وصفة جاهزة من ارواح ما يكون فمن بعد ما اطاليت العجينة جيدة كانت تقبها بالفرشيطة كيفما تلاحظوا معايا هنا ندرتها على شكل مربع لاش باش ما يبقى وش ليالي يشوتوا التحجم الضيع عجينة كان نخدموها ندقة واحدة بالاستيعانة بالقطاعات البيزا كان نقسمها على اربعة تشكل كيفما تلاحظوا ومعايا تحصلت على اربعة البيزا لان نقدره ونخدموهم باربع حشوات لكي يكونوا مختلفين فهناي اللاطرية عندي سخونة الفرن ايضا نرى هو كي يسخر سوف يكن وضع فيها هذه العجين كيفما تلاحظوا ما يكن ندخلها طيب نصطيب هنا نقول لكم تقريبا ما بينما اطرحت هذه كل الخبيزات كاملين بيزا و ساليتهم كان نجبط العجين من المجمد وبالاستيعانة بخيط غدائي لا شيء خيط غدائي هذا غير الخيط كان نزوله منه كان نشاهده لوقت اللي نريد أن نخدم به لما كان لديه لكي نقدره فمجرد فكرة او لا استويس نتشاركتها معكم ولكن عندكم الخيط غدائي لا تخدموا به فعمل احسن تقطعوا بالخط احسن من الموس لا تخدموا احسن تقطعوا بالموس غير هو تخليه البودان او الرولي حتى يتماسك تقريبا واحد نصر ساعة في المجمد احسن تقطعوا او لا تقطعوهم على هذه الشكلة كيف تلاحظوا معي متوولين مقاددين لا يهم تشي حاجة هذه المجمد يمكن تتخذوها لا شيء غير في المالحين حتى الحلوين لكي يكونوا فيهم حشوات الكريم باتيسيا او لا لكي تقطعوهم يبقوا محافظة حشواتهم لا تخرج لكم لمجناب لا تشي حاجة خاصة بالنسبة لكذا السيدات المبتدئات بعض الحيال يكونوا سبب في نجاح الوصف لكي تقسموا الحشوات تدخل في العجين العجينة تدخل في الحشوة وشي تدخل في شيء لا خدموا حاجة عن حب ومثولة وان شاء الله فاشتقدوا لكي تحصل على نتيجة مرضية صافي ما بين ما قسمت كل شيء وضعتهم في اللعطة خرجت لي جوجل لعطات فكندهن اليدين ديالي بخارط مابين زيت زيت نباتية وايضا الزبدة اللي تكون درجة حرارة المطبخ صافي كنناخدها كننعمل شوية في اليدين ديالي ونبقى كنندهن باداك الفوق وكننطع لي عدو كل دوكليشنك ديالي واحد شوية باش يجي هكذا شكل ديالون مقاد وكندخلهم مباشرة إلى الفرن اطيبهم الفوق ومن التحت ورشتوا معي شكل ديالون في الأول كنقدمهم بصحة وراحة كننطع وهادي عجينة البيزا من بعد ما طيبتهم وبردو تماما حتى يبردو رشتوا معي شكل طعم كي يجيوا على هذا الشكل إذا بغيتوني مثلا نحضر معكم اقتراحات الحشوات بهذا العجين فكتبوها ليها في صندوق أو لا في خانة التعليق وان شاء الله راني نخدم معكم بشي حشوات سهلين وبساطين هذه العجين هذه هي وصفة اليوم كانت من شاء الله تكونوا استفتمنا ولو القليل ما تنسوش تشاركوا معي تطبيقاتكم عبر صفحتي على الإنستغرام اللي كان أخلى لكم دائما في أول تعليق إلا ما كاش عندكم الإنستغرام فقط تردعي الخبار غير في تعليق كنقلكم بسلام عليكم وفي أماني لله الحلقة القادمة إن شاء الله